السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأكارم لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الصلاة حيث تحدثنا في اللقاء الماضي عن أركان الصلاة وقلنا أن أركان الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال لا تسقط سهوا ولا تجبر بل لا بد من الإتيان بها قلنا أن من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا أو سهوا أو جهوا أو جهلا فقد بطلت الصلاة فقد بطلت الصلاة إذن الركل لا بد أن تأتي به حتى تصح الصلاة اليوم سنتحدث عن واجبات الصلاة عن واجبات الصلاة ما قلناه بالأمس نقوله اليوم أن ماهية الصلاة هي ثلاثة أشياء الصلاة تتكون من ثلاثة أشياء هي أقوال وأفعال ونية أقوال وأفعال ونية كذلك واجبات الصلاة هناك أقوال واجبة وهناك أفعال واجبة هناك أقوال واجبة في الصلاة يعني تقولها في الصلاة وهي واجبة وهناك كذلك أفعال تفعلها في الصلاة هي واجبة إذن حديثنا عن واجبات الصلاة التسعة واجبات الصلاة هي أقل درجة من الأركان هي أقل درجة من الأركان ليس معنى هذا أنها ليست مهمة بل هي مهمة ولكن في الحكم هي أقل من الركن إذ أن من تعمد تركها فقد بطلت صلاته الذي يتعمد يترك هذه الواجبات أو واجب من واجبات الصلاة فصلاته لا تصح أما من تركها سهوا أو نسيانا فتجبر بسجود السهو قبل السلام يعني واحد ينسى هذه الواجبات أو واجب من هذه الواجبات في صلاته تسقط عنه ولكن تجبر بماذا بسجود السهو يعني يجبر بسجدتي السهو وتكون قبل السلام إذن دعونا نذكر هذه الواجبات التسعة أولا تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال وهي تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود هذه التكبيرات التي تكون في الصلاة هي من واجبات الصلاة يعني يجب للمصلي أن يقولها إلا تكبيرة واحدة التي هي تكبيرة الإحرام قلنا أنها هي من أركان الصلاة يعني واحد ينساها أصلا لا تنعقد الصلاة إذن تكبيرة الإحرام ليست واجب بل هي ركن يعني أشد أعظم درجة منه الواجب إذن هذه التكبيرات يسمى تكبيرات الانتقال إذن هي تعتبر واجب من واجبات الصلاة هذا أولا ثانيا قول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم مرة هذا الذكر الذي يقوله المصلي سبحان ربي العظيم مرة مرة واحدة الواجب مرة واحدة هو واجب من واجبات الصلاة كم؟ مرة واحدة أما الزيادة فوق مرة واحدة فهذا يعتبر سنة من سنة الصلاح الواجب مرة الزيادة سنة إذن من واجبات الصلاة هي قول المصل في ركوعه سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا ثانيا ثالثا من واجبات الصلاة قول المصل سمع الله لمن حمده هذه الكلمة هذا القول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة من يقوله؟ يقوله الإمام والمنفرد المنفرد هو الذي يصلي وحده والإمام هو الذي يصلي بالناس هذان هما الذان يقولان سمع الله لمن حمده يعني يجب عليهم الإمام والمنفرد والمنفرد إما رجل وإما امرأة إذن أما المأموم الذي يصلي جماعة خلف الإمام يعني الذي يصلي خلف الإمام فلا يقول سمع الله لمن حمده وإنما الإمام هو الذي يقولها ولكن هو لا يقول سمع الله لمن حمده هذا ثالثا رابعا قول المصلي ربنا ولك الحمد يعني عند الرفع من الركوع والاعتدال قائما ربنا ولك الحمد من يقولها؟ يقولها الإمام ويقولها المأموم يعني الذي يصلي خلف الإمام ويقولها المنفرد الذي يصلي خلفه رجل أو امرأة إذن هذا رابعا هو قول المصلي ربنا ولك الحمد خامسا من واجبات الصلاة قول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى مرة مرة واحدة واجب أما الزيادة مرتين ثلاث مرات أربع مرات هذه سنة وسنتحدث عن سنن الصلاة غدا إن شاء الله الزيادة هذه سنتحدث عنها عن سنن الصلاة أما الواجب الله يحاسبك على مرة واحدة واجب مرة واحدة سبحان ربي الأعلى إذن هذا خامسا سادسا قول المصلي بين السجدتين في الجلسة التي بين السجدتين يقول هذا الدعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي هذا الدعاء يقال متى الجلسة التي تكون بين السجدتين عندما تسجد ثم ترفع رأسك وتجلس وتطمئن جالسا تقول ربي اغفر لي هذا الذكر وهذا الدعاء يعتبر واجب يجب للمصلي أن يقوله كذلك من واجبات الصلاة سابعا التشهد الأول يعني قراءة التحيات لله إلى آخرها التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد التشهد الأول يعني ويكون هذا متى بعد الركعتين الأولين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هاتان الصلاتان يعني الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية لفيها ثلاث ركعات وأربع ركعات كالمغرب والظهر والعصر والعشاء عندنا تشهدا يعني نقرأ التحيات لله مرتين التحيات لله التي تقرأ بضع الأولى يعني هي واجب من واجبات الصلاح أما التشهد الأخير تحيات لله الأخيرة قلنا أنها من أركان الصلاح قلنا أنس في اللقاء لما تحدثنا عن أركان الصلاح قلنا أن التشهد والتحيات لله الأخير يعتبر ركن من أركان الصلاح هو أعظم درجة من التشهد الأول ولهذا من نسي مثلا من نسي التشهد الأول مثلا كان يصلي الظهر فصل ركعتين عوض أن يجلس فيقرأ تحية لله فقام وقف وقام إلى الركعة الثالثة نسي أن يقرأ تحية لله ماذا نقول له نقول له أرجع لا ترجع أكمل صلاتك أكمل صلاتك وقبل أن تسلم أجبره بسجود السهو السجدتين أسجد السجدتين ثم أسلي إذن أرأيت إذا انتقلت من مكانك ونسيته هذا التشهد الأول يعني ووقفت خلاص استويت قائما أكمل صلاتك وفي الأخير أجبره بسجود السهو قبل السلام لأنه عندك نقصان إذن هذا هو الواجب السابع الواجب السابع أما التشهد الأخير لا بد لا يسقط ولا يجبر لا بد أن تقرأه تعود وتقرأه إذا نسيته أما الواجب الثامن هو الجلوس له تقرأ التشهد والهذه الجلسة التي تجلسها هي فعل لأنه قراءة التشهد قول والجلوس له فعل هذه الجلسة تعتبر واجب من واجبات الصلاح يعني لا يأتي واحد يقرأ الدحية لله وهو واقف لا بد من جلسة لها هذه الجلسة هذه الجلسة تعتبر واجب من واجبات الصلاح إذن هذه ثماني واجبات كما هو المشهور في مذهب الحنابلة ولكن القول الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن هناك واجب آخر ليصل إلى تسع واجبات تسع واجبات وهو قراءة الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الثاني ركزوا معي بعد التشهد الثاني مش الأول إذن قراءة الصلاة الإبراهيمية يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية هي قول المصلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية الواجب للمصلي أن يقرأها متى؟ بعد قراءة التحية لله الثانية قلنا أن هناك صلوات فيها تحية لله مرتين لا تقرأها في الأولى وإنما الواجب أن تقرأها بعد التحية لله الثانية مثلا في صلاة الظهر قبل أن تسلم تقرأ تحية لله حتى تنتهي ثم تقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد إلى آخر الظهر العصر المغرب العشاء حتى الصلاة التي فيها ركعتين كتحية المسجد وقيام الليل والضحاء والرواتب كلها التي فيها ركعتين تقرأ التحية لله وتقرأ كذلك يجب عليك أن تقرأ معها الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد بالمناسبة بعض العلماء يقول الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الثاني يقول هي ركن من أركان الصلاة يعني عدها من الأركان وليس من الواجبات ولكن القول الصحيح والوسط في هذه المسألة أنها من واجبات الصلاة معناه من نسيها يجبرها بسجود السحو يجبرها بسجود السحو مثلا واحد قرأت تحية لله ثم نسي فسلم ولم يقرأ الصلاة الإبراهيمية ماذا يفعل؟ يأتي بسجدتي السحو لأنه نسي الصلاة الإبراهيمية لأنها واجب من واجبات الصلاة إذن هذه تسع واجبات ينبغي أن تحفظ سهلة أولا هي تكبيرة الانتقال الركوع والسجود والرفع من السجود هذه الواجبات أما تكبيرة الإحرام فهي ركن ثانيا قول المصلي سبحان ربي العظيم مرة قول المصلي سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع هذا يقوله من؟ الإمام والملفرد رابعا قول المصلي ربنا ولك الحمد الإمام والمنفرد والمأموم خامسا قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود وسادسا قول ربي اغفر لي بين السجدتين الجلسة التي تكون بين السجدتين وسابعا قراءة التحية لله الأولى التشهد الأول وثامنا الجلوس له وتاسعا الصلاة الإبراهيمية هذه الواجبات يا إخواني كما قلنا أن من نسيها تسقط بالنسيان واحد كان يصلي فنسي هذه التسعة في صلاته انتقل لم يقرأ شيء ولم يفعل شيء من هذه الواجبات التسعة فنسيها تسقط عنه ولكن تجبر بماذا تجبر بسجود السحو تجبر بسجود السحو وهما سجدتي السحو تكون قبل السلام يعني قبل السلام قبل أن يسلم يعني يصلي صلاته عندما ينتهي يقرأ تحية لله الصلاة الإبراهيمية والدعاء سندكره في السنن قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يسجد هاتين السجدتين لتجبر الخلل والنقصان الذي في صلاته لأنه نسي واجب من هذه الواجبات التسعة كل واحد ماذا ينسى واحد ينسى الصلاة الإبراهيمية واحد ينسى أحيانا سبحان ربي الأعلى واحد ينسى ربما سمع الله لمن حمد المهم إذا نسيت واجب من هذه الواجبات يترتب عليك إذا تعمدت أقول إذا تعمد الواحد أن يتركه صلاته لا تصح باطلة واحد يتعمد أما واحد ينسى يجبر النسيان يجبر أما العمد لا يجبر مباشرة تبطل الصلاة أما النسيان فيجبر بسجود السحو قبل السلام إذن هذه هي واجبات الصلاة تسعة فاحفظوها فهي جد مهمة وللحديث بقية لنتحدث عن سنن الصلاة هي كذلك مهمة سنن الصلاة حتى نفرق بين الأركان وبين الواجبات وبين السنن والسلام عليكم ورحمة الله